بكرة الخميس ان شاء الله هتنطلق مباريات الدور التمهيدي من منافسات البطولة العربية للأندية اللي بنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023 في أندية هتلعب دور تمهيدي وأندية هتلعب دور أول وأندية هتلعب دور تاني وفي آخر مرحلة خالص اللي دي بقى المعلومات اللي حضراتكم تحبوا تعرفوها هتكون البطولة العربية اللي هتقام في السعودية هتكون في آخر شهر تمانية دي اللي هيشارك طب هتلعنا جماعة التفاصيل هتلعنا التفاصيل على التطور الدور التمهيدي من البطولة اليوم الخميس هنطلق بمشاركة أربع أندية أبطال الدوري في جيبوتي وجزر الكمر واليمن والصومال يتأهل منها واحد للدور الأول الاتحاد العربي طالب الاتحادات بترشيح فريق واحد يكون ترتيبه من الأول إلى الرابع في الموسم الماضي لدخول المنافسة في الدور الأول يشارك من مصر تراع الجيش رابع الدوري الماضي بداية من الدور التمهيدي أيام 13 و14 و15 مارس وأيام 3 و4 و5 إبريل بنظام الزهاب والعياب ويشارك الزمالك بصفته بطل الدوري المصري والأهلي بصفته وصيف بطل أفريقيا وسيبدأ مشوارهما في المرحلة النهائية تجرى قرعة الدور الأول يوم الاثنين المقبل في الرياض بمشاركة الفريق المتاهل من الدور التمهيدي و11 فريق من أسيا و7 من أفريقيا و5 أندية باختيار الاتحاد العربي ليكون المجموعة 24 فريقا ولا يلتقي في هذا الدور فريقان من بلد واحد وعلى طريقة كأس العالم للأندية الأهلي هيشارك في هذه النسخة على طريقة كأس العام للأندية الأهلي هيشارك في هذه النسخة بعد اختيار الوداد المغربي بصفته بطل المغرب وأفريقيا فجاء اختيار النادي الأهلي وصيفا لي بطل أفريقيا كما حدث في كأس العالم للأندية أبرز الفرق المشاركة بطل النسخة الماضية الرجاء المغربي اتحاد جدة الهلال السعودي النصر السعودي الاهلي وصيف افراقيا الزمالك بطل الدوري المصري الترجي بطل الدوري التونسي شباب بولزداد بطل الدوري الجزائري والسد بطل الدوري القطري تقام المرحلة النهاية بمشاركة 16 فريعا مقسمين الى اربع مجموعات في اواخر شهر اغسطس البطل هيحصل على 6 مليون دولار والوصيف هيحصل على 2.5 مليون دولار طيب مين بقى الاندية اللي هتشارك في البطولة العربية من مصر زي ما اتحرككم الاهلي والزمالك هنا في نادي ثالث هيشارك في التصفيات المبدئية دي هو نادي طلاع الجيش نادي طلاع الجيش رابع الدوري الموسم الماضي طيب هتقولي طب ليه مش بيرامدز اللي هو التاني عشان بيرامدز هيكون مشغول في البطولة الكونفيدرية الافريقية فمش هيقدر يجمع بين البطولتين او التصفيات اللي هتتلاعب في الوقت الحالي او خلال الفترة القريبة القادمة فطلاع الجيش هو اللي هيكون الطرف المصري الثالث في هذه البطولة مع الزمالك بطر الدوري الاهلي وصيف افريقيا وطلاع الجيش صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز عن الموسم الماضي